سأبدأ من البيان الذي صدر من مكتب السيستاني بشأن الانتخابات وأضعوا سؤالا هذا السؤال أوجهه لكم جميعا للسيستاني ولبقية مراجع النجاف إلى متى ستبقون تكذبون على الشيعة إلى متى فهذا البيان بيان ضحك على الذقون ما أنتم تعرفون وأنا عارف أيضا من أن القضية قد رتبت وتمت الاتفاقات وكل هذا الذي يتحدث عنه البيان كذب في كذب أقرأ عليكم مما جاء في بياني مكتب السيستاني رسالتي ليست بخصوص الانتخابات وإنما رسالتي جاءت في سياقها الخاص بها لكن ذكري لبياني الانتخابات الذي صدر من مكتب السيستاني جاء على سبيل المثال هكذا يقول بيان مكتب السيستاني وعلى الناخبين الكرام أن يأخذوا العبرة والدروسة من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهمة في رسم مستقبل البلد وكأنهم يحترمون أصوات الناخبين فيستغل هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأياد الفاسدة ما هي الرؤوس الفاسدة التي أنتم تدافعون عنها وتسترون ما هي الرؤوس الفاسدة الكبيرة التي أنتم تدافعون عنها وتتسترون عليها وأنتم الذين سلتموهم سابقا في الدورات السابقة وجعلتم منهم رؤساء هزراء هم هم الذين يترأسون الأوضاع الآن لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأياد الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة وهو أمر ممكن إن تكاتف ألواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا الاختيار وهل أن محمد رضا السيستاني سيعمل بالنتائج التي تكون بسبب أصوحت المشتركين في الاقتراع الانتخابي وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها من الذي جاء بالحكومات المنبثقة عنها رؤساء الوزراء من الذي جاء برؤساء الوزراء السيستاني المرجع الأعلى وولده محمد رضا ولا تحين مندم والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله كذبا مرجعية كذابة دجالة مرجعية كذابة دجالة تضحك على الشيعة والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات أهل ماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق وما معنى الاتفاق الذي عقد فيما بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر قبل مدة قصيرة ما معنى هذا الاتفاق وقد أطلق محمد رضا السيستاني يد مقتدى الصدر في الوضع السياسي كي يكون معينا له في الوصول إلى المرجعية بعد موت أبيه والمرجعية الدينية العليا تؤكد كذبا وزورا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق فمن الذي جاء بعادل عبد المهدي الذي لم يكن مشاركا في الانتخابات أصلا وليس له من حزب أو كتلة أو مجموعة جاءوا به وعينوه رئيسا للوزراء قبل الانتخابات وكل ذلك بتخطيط من محمد رضا السيستاني فأي كذب وأي دجل هذا والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق كذابون وحق الزهراء البتول كذابون 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 وإن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم ولكنها تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية لماذا لم تدققوا أنتم في انتخابكم لرؤساء الوزراء منذ سنة 2003 وإلى يومنا هذا لماذا لم تدققوا في سيرهم وكل ما تطمحون إليه أن يتستروا على فسادكم وأن يكونوا أعوانا لكم في مشاريعكم الفسدة المخالفة للدستور وللقوانين ولكنها يعني المرجعية تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزي الحريصة على سيادة العراق وأمنه وازدهاره المؤتمن على قيمه الأصيلة وهذا الحرص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره أن يلقي به السيستانيو في أحضان العرب أعداء العراق بعيداً عن إيران لا لأن إيران تسبب ضرراً للعراق من وجهة نظره وإنما هو خائف من الإيرانيين أن يتدخلوا في شأن المرجعية من بعده فلا يستطيع ولده محمد رضا أن يكون المرجع الأعلى في النجف ولذا قال ما قال لعمر موسى وسأعرض لكم سأعرض لكم مثل ما عرضت لكم في الحلقات الماضية خيانة السيستاني هذا ودجله خيانة السيستاني هذا ودجله وكذبه ولا ينتخبوا منهم إلا صالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره المؤتمن على قيمه الأصيلة مثلما اعتمنت من اعتمنت على حرم الحسين وحافظ على القيم الأصيلة يا أيها السيستاني بالتوقيع على الأدبار هذه هي القيم الأصيلة المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا وحذاري حذاري أن يمكنوا أشخاصاً غير أكفاء أو متورطين بالفساد ما أنتم تفعلون هذا أو أطرافاً لا تؤمنوا بثوابت الشعب العراقي الكريم أو تعملوا خارج إطار الدستور ما أنتم تعملون خارج إطار الدستور وأنتم الذين عبثتم بالدستور أنتم وأتباعكم أو تعملوا خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب لما في ذلك من مخاطرة كبيرة على مستقبل البلد هذا الكلام كله كذب في كذب يظهرون حرصهم على أصوات النقبين وهم لا يشترونها بفلس لا عبؤون بها حينما ينصبون رئيس وزراء يتحدثون عن اختيار الصالحين وهم لا يختارون إلا الفاسدين لأن الفاسدين بالنسبة لهم ستروا غطى ستروا غطى على فسادهم يتحدثون عن الدستور وهم الذين أسسوا العبث بالدستور رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه وائل عبد اللطيف عبر قناة التغيير وفي برنامج من بغداد يتحدث عن ممثلي السستاني في كتابة الدستور ولجنة كتابة الدستور 28 بها من الاتلاف أربعة ممثلين عن المرجعية السيد أحمد الصافي السيد علي عبد الحكيم الصافي السيد عبد الهادي الحكيم والسيد حبيب رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من المعلومات ولجنة كتابة الدستور 28 بها من الاتلاف أربعة ممثلين عن المرجعية السيد أحمد الصافي السيد علي عبد الحكيم الصافي السيد عبد الهادي الحكيم والسيد حبيب وأنتقل بكم إلى ضياء الشكرشي ممن كان في أجواء كتابة الدستور كان إسلاميا وبعد ذلك خرج من جو الإسلاميين من دون مقدمات يحدثنا عن الجهة التي كانت تعبث بالدستور عبر قناة العراقية الإخبارية وهي القناة الرسمية القناة العراقية الإخبارية يحدثنا ضياء الشكرشي كنت مقرر اللجنة الأولى لجنة المبادئ الأساسية ولكن بعد الجلسة الخامسة لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لأنه ضغط علي من أجل أن أكتم التقارير أو المحاضر بالواقع خلاق ما يحصل في اللجنة الدستورية يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة أو أحد ما قد أقر من الذي ضغط عليك رئيس رئيس لجنة المبادئ الأساسية لجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها ويطلب طرحها بالواقع ثم يطلب مني أن أسحبها من كان رئيس لجنة المبادئ هو معروف معروف ضروري يذكر اسمه يعني ضروري يذكر اسم يعني كان السيد أحمد الصافي أحمد الصافي ممثل المرجعية كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية وهو أيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغ غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها يعني صيغ ممتفق عليها والدعي أنه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها وعبر برنامج من بغداد على قناة التغيير أيضا ضياء الشكرشي يتحدث عن نفس هذه الواقعة بشيء من التفصيل وبعدين المجلس والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور والستاذ وائل ما يدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها بأشياء غير متفق بها ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بي استاذ وائل هنا سؤال اعتراضي سؤال سؤال اعتراضي هو صاحب الغام حتى تكمل سؤال اعتراضي اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة شنو علاقة المرجعية المرجعية شنو حزب سياسي أنا بالنسبة للجنة الأولى لجنة كتابة المبالي الأساسية بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر أي لكن طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررني اعتذرت طلبهم ارتهم مني اعتذرت وانسحبت كمقرر بدأوا يجتمعون بدوني هما محمودي صدر علي فيتو بأنه يقعدون الخمسة وخمسين عشرين مرأ رفعيدي ما لش اسمه كان الدكتور حسين ما ندري يش كوردي متدين كان هو يطي الدور لما رعت قال لي والله اوامر قال لي اوامر اوامر ان لا اعطى دور هذا الواقع كان جمعنا السيد احمد الصافي خلي اقولها بمقر المجلس الاعلى وقل لنا كان رايح لنا جاف وراجع يراجع محمد رضا السيستاني ويرجع قال لنا انا اريد اضع امامكم انتوا اعضاء لجنة كتابة الدكتور من الاتلاف العراقي الموحد يعني الشيء اسلاموي اريد اضع امامكم ما الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوز اللي مختلف لا يقول رأيه خلي ايد ما احنا نريد او يسكت بدأ يعدد الخطوط الحمراء انا سديت جنطي وقلت ما اعتذر عندي مواد هذا هو احترام اعراء السياسيين الذين انتخبوا لكتابة الدستور فأي تقيمة لأحراء عهمة ابناء الشعب العراقي عند هذه المرجعية هذه المرجعية مرجعية كذابة دجالة تضحك عليكم انا اوجه خطابي بالدرجة الاولى الى مراجع النجاف الى السستاني و الى البقية فاذا كان السستاني هكذا يضحك على الشيعة لماذا انتم ساكتون الباقون بقية المراجع فانتم ايضا في الخانة نفسها انتم كذابون دجالون كعال السستاني هذه الحقائق لا يستطيعون انكارها مثلما عبثوا بالدستور عبثوا بالقوانين و عبثوا بمصير الشيعة في العراق و عبثوا بدينهم و عقائدهم وهذا هو ديدن مراجع النجف و كربلاء منذ سنة اربعمية و اثمانية و اربعين للهجرة حينما اسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف نصبوا انفسهم نوابا عن صاحب الزمان و صاحب الزمان لم ينصبهم من دون دليل على ذلك و جعلوا من انفسهم اولياء امور للشيعة و هم لا يمتلكون هذه الولاية و لا يمتلكون الكفاءة كذلك فاطمة التي بصريح القرآن سبحانه وتعالى ينصبها قيمة على الدين ينكرون قيمومتها و ينصبون انفسهم قيمين على الدين و على الشيعة و هم بحاجة الى قيم لانهم سفهاء سفهاء تركوا تفسير علي و اهل علي للقرآن و ذهبوا الى تفسير اعداء علي و اهل علي تركوا بيحة الغدير و ذهبوا الى نقضها و غدروا بها في احسن احوالهم هؤلاء سفهاء اذا لم اصفهم بهذا الوصف فلا بد ان اصفهم بانهم كفار انجاز فانا لا اريد ان اصفهم بهذا الوصف سأصفهم بانهم سفهاء بانهم اغبياء بانهم حمقى هذا هو واقعهم واقعوا مراجع النجفي منذ زمان الطوسي و الى يومنا هذا لماذا تركوا منهج علي و اهل علي و ذهبوا الى منهج الشوافع و المعتزلة و بعد ذلك ذهبوا الى منهج الصوفيين و القطبيين في زماننا لماذا هذه اما هي ضلالة مستحكمة في نفوسهم و اما هي سفاهة و سخف و غباء و جهل و جهالة كيف تفسرون هذا الذي يجري في واقعنا الشيعي الان و ما جرى في القرون الماضية هذا هو بيان السيستاني يحترم اصوات الناخبين هم لا يحترمون اصوات الذين انتخبوا من وجهاء القوم من ساسة الشيعة كي يكتبوا الدستور فهل تتوقعون ان يحترموا اصواتكم انتم انتم الذين يصفونكم بانكم بهائم صدقوني 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 والمراجع يسمعون يصفون اتباعهم بالبهائم من المكاتب يتصلون بوكلائهم فيقولون للوكيل بلغ البهائم اللي يمك كذا وكذا والله هكذا يقولون لهم بلغ البهائم اللي يمك هكذا وهكذا وهم يقولون مدام الشيعة على حالهم البهائم هذا فنحن في خير هذا منطق الجميع من دون استثناء لا استثني أحدا هذا منطقهم جميعا صدقوني وأنا اتفق معهم أنا لا أختلف معهم في هاتين النقطتين في النقطة الأولى يقولون من أن شيعة العراق غدرة فجرة هذا الكلام فيما بينهم لا يقولون هذا الكلام لكم يوصون أبناءهم يوصون أصهارهم يوصون وكلاءهم يوصون القريبين منهم احذروا من شيعة العراق فإنهم غدرة فجرة وأنا اتفق معهم على هذا هذا تعريق شيعة العراق صدقوني هذا هو الكلام الذي يقولونه في أوساطهم وثانيا يقولون نحن لا نخشى من المثقفين ومن أصحاب الوعي مدام البهائم يلوذون في فنائنا وهم يقولون من أن هؤلاء البهائم يريدون منا أن نركبه وهم يرتاحون لركوبنا على ظهورهم بالضبط إنه بنطق الوثيقة الدخية كثيرون يشكلون على كمال الحيدري ما قاله في الوثيقة الدخية لكنني أقول لكم ما قاله كمال الحيدري يقوله الجميع هذا كلام الجميع وبالمناسبة كمهل الحيدري هو نقل كلاما عن مرجع آخر وحدثه عن مرجع ثالث حدثه عن المراجع الآخرين من أنهم ركبوا على ظهور الشيعة وقالوا لهم ديخ كمال الحيدري كان ناقلا لكلامهم قطعا هو يقول نفس الكلام والجميع يقولون نفس الكلام وأنا أقول مثلهم لأن واقع الشيعة هو هذا لكن من الذي جعل الشيعة هكذا منهج حوزة النجف مراجع النجف إنهم شيعة الطوسي فصار الشيعة ما هم بشيعة لصاحب الزمان صاروا شيعة لمنهج الطوسي صاروا شيعة لمراجع النجف صدقوني هذا هو الكلام الذي يدور في مكاتب المراجع وفي مجالسهم الخاصة من أن شيعة العراق غدرت فجر وأنا أتفق معهم على ذلك ومن أن شيعة بهائم وأنا أتفق معهم على ذلك فهذا هو الواقع أتحفون أتحفون عبارة واحد من الأحلام أتفق خمسة فهي لماذا تستعجب مش جاهوية تركب يعني خلاق أهمي شميع مثل مراجع خلاق أهمي شميع بغلاق وكان حالة أسنوش فقوش ديخ عربي فقوش ونس عباسة كنا على تفق وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب لأسما عراجع قال تركب مثل ما تركب نار وضاي لا معلم إجمالية هذا واقع الشيعة لا هذا واقع الشيعة حقيقة هذا واقع الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ وهذا البيان مصداق من مصادق التربية المرجعية الدخية للشيعة فما يجري في كواليس مرجعية السيستان بالضبط بالضبط هو نقيض هذا الذي جاء في بيانهم لأنهم لا يحترمون أصوات الناخبين ولا يعبؤون لا بالدستور ولا بغير الدستور ويتعاونون إلى أبعد الحدود مع كبار الفاسدين والأيام بيننا ما هي الانتخابات ستأتي وستتبين النتائج وشيئاً فشيئاً ستتكشف الحقائق للجميع أما أنا فعارف بما جرى ويجري في الكواليس وكذلك مراجع النجف هم عارفون أيضاً كيف يعرفون هل أن مكتب السيستاني يبلغهم أفداً هناك جواسيس مثلما لمحمد رضا السيستاني جواسيس على كل المراجع هناك للمراجعي جواسيس على بعضهم ولهم جواسيس أيضاً على مكتب السيستاني وعلى مجريات أمور محمد رضا السيستاني هذه القضية معروفة في أجواء المرجعيات قضية الجواسيس